الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونوانين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصرى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض وسانعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسلوا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حمطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يعتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لون تنائم ذلك فض الله يأتيه من يشاء والله واسم وعليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويخطون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ونعبا ذلك لأنهم طار لا يرقلون قل يا أهل الكتاب هل تنظمون مننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قل وأنا أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشرج من ذلك مثومة عظم الله من لعنه الله وغدب عليه وجعل منهم القردة والخماذير وعبل الطاغوت أولئك شوج المكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوا هم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يعملون لولا لنهاهم الربانيون والأحبال عن قولهم الإثم وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت أيديهم ونعنوا مما قالوا بل يداه ببسوطتان ينفق كيف يشاء وليزينهم كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك دريانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاوا التوراة والإنجين وما أنزن إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجرهم منهم أمة مقتصيدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت لسانته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيبوا التوراة والإنجين وما أنزن إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزن إليك من ربك تغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا للصور قولوا النصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا مئفا قبلي إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهى أنفسهم فريقا كذلوا وفريقا يقتلون وحسب حوءا لا تكون فتنة فعموا صموا ثم تاب الله عليهم صم وعموا صموا كثير منهم والله الآخر مما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للقالمين من أنصى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله رفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أما يؤفكون قل لتعمدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على نسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما أصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لمئس ما كانوا يفعلون ترى بثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس أداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ترجمة نانسي قنقر